تمكنت البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية التابعة لجامعة كامبردش والعاملة بمنطقة أثار تل العمرنة بمحافظة ألمينيا من الكشف عن دفينة تحتوي على مجموعة من الحل المصنوعة من الذهب وذلك أثناء أعمال الحفائر بجبانتها العامة الشمالية وتعمل البعثة في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010 في محاولة لدراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان تل العمرنة عاصمة مصر خلال عصر الملك أخنتون ونوعية الغذاء والأمراض الشائعة في هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة